السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتو طيبين. اتمنى تعملوا اشتراك لقناتي ولايك للفيديو وشير كتير جدا يا جماعة عشان نفيد بغيرنا. انا اكتشفت حاجة جديدة بعد التحديث الجديد للفيسبوك عندي وهي ان فيه خاصية جديدة خاصية التتبع او تسجيل نشاطاتك خارج الفيسبوك. يعني لو عملت اي حاجة في تليفونك دخلت على الانستجرام على التيك توك على اليوتيوب. اي حاجة بتتسجل على الفيسبوك. وده في التحديث الجديد يا جماعة. فاحنا دلوقتي بنخش على حاجة اسمها القايمة من هنا. والقايمة دي بدخل منها على الاعدادات والخصوصية. احنا نحاول يا جماعة نلغيها مع بعض. انا عملتها ولغتها على تليفوني. فانا هقول لكم الطريقة. بعد الاعدادات والخصوصية بدخل تاني على الاعدادات. ومن الاعدادات بنزل شوية لتحت. بتجيب حاجة في حاجة اسمها سجل النشاطات. في حاجة اسمها النشاط خارج الفيسبوك. وده اللي بيعرض كل حاجة. انا طبعا كان عارض عنك كل حاجة وانا لغيتها يا جماعة. فانا دست عليها. بيجيب لي ايه الحاجة? بمفروض انه انا بيبقى كاتب لي كل النشاطات. فانا بدست عليها ولغيتها طبعا. بعد كده. ده اللي انا عملته دلوقتي او اللي كان موجود دلوقتي. فانا عايزة الغي الحاجات اللي كانت آآ اللي هتظهر بقى بعد كده في المستقبل. هيجي يقول لي ادارة نشاط طاق خارج الفيسبوك. بيقول يطلب مني الباسورد فانا بدخل الباسورد بتاع الفيسبوك بتاعي وبالغيها. تمام? بعد كده عندي خيارات اضافية بدوس عليها. عندي ادارة النشاط المستقبلي. النشاط المستقبلي ده اللي هو الحاجات الجديدة بقى. هدوس على ادارة النشاط المستقبلي تاني. انا هنا يا جماعة لغيتها يا ما فوق بتبقى كده. فانا لغيتها كده. يقاف التجاهل. تمام? كده هي تلغيت. كده نكون وصلنا نهاية الفيديو بتاعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش سبسكرايب للقناة وشير لي الفيديو كتير عشان اشتركوا في القناة وبركاته.